موسيقى بها الفكرة رح يكون معي ميرا عبدالله المديرة الأولى للتواصل والتنوع والإشراك بمنظمة ونيفرا المنظم العالمي للصحف لنحكي عن موضوع جدا مهم لهو وقع المرأة بالإعلام اليوم ترحب فيك معنا ميرا أهلا وسهلا هاي تمارا هاي بالبداية كما نفتتح إذا فينا نقول المقابل اليوم قبل ما نفوت بتفاصيل وشو عم تشتغله بالمنظم العالمي للصحف بدأ أسمع منك شو هو وقع المرأة بالإعلام وتحديدا بمجتمعنا هون يعني اليوم عم نحكي مع أنه ظاهريا صار فيه المرأة بالمؤسسات الإعلامية أو على التوبي أو المرأة بالإعلام بشكل عام عم بتبين أكتر ولكن الدراسات اللي لليوم صارت معمولة بتفرجي أنه المرأة لا تشكل أكتر من 25% بما يخص إن كان الخبر إن كان المصادر الإعلام إن كان الكاتبات وداخل المؤسسات الإعلامية وهذا يعتبر رأم جدا ضعيف خاصة لما نجي نشوف دور المرأة الإعلامية اليوم أدي عم بيكون مؤثر نعم يعني كنتوا بالمنظمة العالمية للصحف كنتوا وبعدكن تهتموا بهالمواضيع خاصة مواضيع المرأة الحقوقية والعنف ضد المرأة والمرأة بالإعلام تحديدا لهيك ونرجع نذكر المشاهدين هيك نعطيهم لمحة سريعة شو هي المنظمة العالمية للصحف ونفرة النظمة العالمية للصحف تشتغل على تطوير الإعلام بشكل عام على حماية حرية الصحافة والحقوق الجندرية داخل صناعة الإعلام بشكل عام في عنده عدة برامج البرنامج اللي أكتر شي أنا بشتغل عليه هو برنامج النساء بالأخبار يلي هدفه إيصال النساء أكثر إلى مراكز القيادة داخل المؤسسات الإعلامية وأعطاء المرأة صوت متساوي وعادل بالأخبار نعم بما أن حكينا شوي عن الحقوق الجندرية اللي بتهتموا فيها بالمنظمة العالمية للصحف بدأ أسألك قديش نحن بعاد أنه يكون عندنا أجندة حقوقية ونساوية جندرية بشكل متوازن من خلال عملك ومن خلال الإحساءات والدراسات اللي كمانت تعملوها بالمنظمة العالمية للصحف هلا بالإعلام تحديدا بعاد ومش بعاد بلشنا نخطي خطوات للأمام ولكن بعدنا كتير بعاد اليوم مثل ما قالت بعدنا عم نحكي بنسبة كتير قليلة من التمثيل النسائي بالإعلام والإعلام بيعكس المجتمع بيعكس الوضع الراهن لما بنجي بنطلع كمان على المجتمع بتختلف يعني بالمنطقة عنا بتختلف بين بلد للتاني إذا بدي أحكي بلبنان ظاهريا بيبين أنه قف المرأة كتير متقدمة بحصلت على العديد من الحقوق ولكن لما نجي نفند أو هيك نفلتر الواقع إن كان الواقع القانوني أو داخل الشركات أو الواقع الاجتماعي منلاقي إنه لأ نحنا كتير بعاد بعدنا عن تحقيق هيدا العدالة يلي منحكي عنا حتى ولو ظاهريا بيبين إنه هي محققة منشوف إنه المرأة عندها دور كتير كبير صار عندنا كتير نساء عم فاعلات إن كانت بالمجال البزنس ولا بمجال السياسي حتى ولا الاقتصاد ولكن بعد بعد بدنا أكيد بعد بدنا كتير وإنه عم نحكي عن المرأة بمجال الإعلام بدنا نركز شوي كمان كنا مختتمين حملة 16 يوم لمنهضة العنف ضد المرأة بعشرة يوم العالمي لحوول إنسان بدنا نحكي شوي أنا وياك اليوم عن موضوع جدا مهم لهو العنف اللي بتتعرض له المرأة عفوا بمجال الإعلام المرأة اللي بتشتغل بمجال الإعلام بكل فروعه بدت تعرفينا شوي شو هو أنواع العنف اللي بتتعرض له المرأة بمجال الإعلام بنعرف إنه هو مش عنف واحد بل بيتفرع منه قدة أنواع صحيح نعم العنف أول شي بدنا نأكد أنه العنف اللي بتتعرض له الصحفيات هو نفس العنف اللي بتتعرض له الصحفيين ولكن فيه أنواع أخرى من العنف يعني الصحافي بشكل عام الجسم الصحافي عم يتعرض لكتير أنواع من العنف محاولات اسكات الرقابة اللي عم بتصير المحاولات الترهيب اللي عم بتصير كل الجسم الصحافي عم يتعرض له لكن لما بدنا نحكي أكتر عن النساء الصحفيات شو بيتعرضوا محاولة إسكاتهم بتصير بطريقة تانية يعني محاولة الإسكات بتصير إن كان مثلا بالتحرش الجنسي بالتهديد بالعنف الجسدي مثل الاختصاب مثل حتى العنف المعنوي يلي عم بيصير التنمر يلي عم بيصير خاصة هلأ على اللي عم بيزيد بالفضاء الإلكتروني وعلى السوشال ميديا لا منرجع كمان داخل المؤسسات الأعلامية إنه المرأة ما عندها نفس الفرص مثل الرجل لأنه توصل لمراكز قيادية عليا منحكي كمان عن عدم مساواة بالأجور يلي عم تندفع للصحفيات عدم حتى مساواة بالمهام يلي عم تنعطها يعني في كتير مهام ما عم تنعطها للنساء فقط لأنه النساء باعتقاد إنه لأن مرأة هي ما فيها تغطي ساحة حرب أو ما فيها تغطي موضوع معين فقط لأنه مرأة ومش هي بتكون مقررة يعني عم يجي قرار حدا عم بيقرر عنا إنه هي ما بتقدر أو هي عاجزة عن التغطية بموضع معينة كل هيدا لما ينجمع منلاقي إنه لأ المرأة الصحفية اليوم عم بتتعرض لجميع أشكال العنف إن كان اقتصادا إن كان تحريرا إن كان مؤسساتا داخل المؤسسات وبالإضافة للعنف الجسدي والمعنوي يلي بتتعرض له من المالتين من داخل المؤسسات من المصادر ومن القراء نعم يعني حكيت عن شي جدا مهم اللي هو كمان بحب بركز عليه اليوم ميرا اللي هو العنف الإلكتروني أو التحرش الإلكتروني المضايقات اللي بتصير عبر الإنترنت والتنمر اللي بيصير بحق الصحفيات برأيك شو هي الطرق المناسبة للتصدي أو التعامل مع هيك نوع من العنف اللي هلأ موجود كتير خاصة أنه هلأ أصدرنا نحن عايشين بفضاء إلكتروني ضخم صحيح هلأ في كتير طرق وفي كتير أساليب لازم نستخدمها يعني اليوم نحن لما نحكي عن عنف إلكتروني منحكي عن هجمات من قبل جيوش إلكترونية تابعة لأحزاب منحكي كمان من قبل تنمر من قبل قراء ومتابعين ومتابعات حتى على السوشال ميديا وبنفس الوقت المؤسسات الإعلامية ما بعرف أدي عم تلعب دور بحماية الصحفيات ما عنا قوانيين بتحمي يعني عنا جرائم المعلوماتية بتجرم الصحفيين بس ما بتحميهم فكله هيدا أول شيء لازم يكون فيه قانون يجرم بدون استنسبية يعني مش إذا حدا تابع لحزاب سياسي أو ما من جرمه بس من روح من جرم شي ناشط أو ناشطة ما عندهم دعم سياسي أو ما عندهم ظهر بالدولة لأنه فيه أشخاص عم بيهددوا وأسماءهم معروفة ومعروف هن مين ومعروف لأي أحزاب تابعوا القانون ما بيتصرف ضدهم يكون فيه تصرف واضح وتدخل واضح قانوني من قبل السلطات لمنع هيدول التصرفات من جهة تانية كمان فيه المنصات الإلكترونية يلي ما عم تلعب دور كافي بأنه توقف هالهجمات الإلكترونية ونرجع كمان للأحزاب أنه محاولة إسكاة الصحفيين لا ما بعرف قدية اليوم نحنا الأحزاب في لبنان فينا نحكي معهم بالمنطق على موضوع عدم إسكاة الصحفيين والصحفيات لأنه إلى الأسف نحنا اليوم بلبنان ماشيين بمبدأ أنه يلي منه معي لازم يسكت أو يلي منه معي أكيد ضده ولازم يسكت ما في تشاركية ما في شغل وخصوصا أنه عم نحكي عن أحزاب قوية عقائديا ومبدأيا في كتير ناس وقفة ضدها لأنه هي عم تنتهك حقق إنسان عم تنتهك حقق مواطن عم تنشر الفسادة زيادة عم تستغل وجع الناس إلى آخرين نعم اليوم قداش أهمية وجود النساء بمراكز القرار فيما يخص مجال الأعلام للحد من ظاهرة العنف قداش مهم أنه يكون في عنا مرأة متبوئة مركز مهم بصحيفة أو بمؤسسة إعلامية لتكون نفسها بتوعي حول مظاهر العنف أو حتى تخفف منه كتير مهم لأنه لما يكونوا الرجال بمواقع صنع القرار ما بيكونوا واعيين لأنواع العنف اللي معقول المرأة تتعرض لأوكي بيسمعوا عنها بس ما بيكونوا عايشين مثل ما المرأة الإعلامية يعني لما نوصل النساء أكتر على مراكز صنع القرار نحنا عم نوصل حاجات النساء وعم نحطها بقية حدا قادر أنه يقوم بهذا يعمل هالقرارات يعني اليوم لما نحكي مثلا عن سياسات عدالة جندرية داخل المؤسسات بطبيعة الحال النساء هي اللي رح تطلق هيدا الموضوع هاي من ميلة ومن ميلة تاني طيب نحنا قدي بدنا يكون عنا صوت واحد بالإعلام ما هيدا ما بيفيدنا نحنا منستفيد أكتر لما يكون عنا أصوات متعددة ومتنوعة بالإعلام فالمرأة بمناصب صنع القرار عم بتكمان عم بتزيد هيدا التنوع داخل داخل الإعلام وخصوصي أنه اليوم الوضع كارثي بالنسبة للنساء بالمراكز القيادية يعني بآخر دراسة عملناها ببرنامج النساء بالأخبار ثبتت أنه هو كان رصد للقيادات الإعلام بتقول أنه عشرة بالمية بس من المراكز صنع القرار هي للنساء وهنا على صعيد عالمي ولبنان جزء من البلدين يلي شمالتهم هيدا الدراسة وهنا 31% بمناصب رئاسة التحرير 100% يعني عشرة بالمية عم نحكي بيزنس كسي اي او أو إدارة الأعمال و31% بس رئاسة التحرير يعني فيه أشخاص بيشوفوه نسبة ميحة مقارنة قبل مثل ما ذكرت ميرا نحن عم نتطلع على الأحسن وعيننا أكيد على النسب الأعلى كمان عم تشتغل مؤخرا ميرا على التدريب حول إدارة التحرش الجنسي بإذا فينا نقول غرفة الأخبار أو بمطبخ الأخبار فيما يخص المجال الأعلامي قديش أهمية هذا الموضوع وقديش كمان عم يتعرضوا الصحفيات أو الإعلاميات أو العاملات بمجال الأعلام عندنا في لبنان لهيك نوع من التحرش كتير مهم يعني لما نحكي عن تحرش بمجال الأعلام كتير مهم لأنه عم بيساهم بمش بس بالتعرض للنساء الصحفيات ومنعتبره تعرض كمان لحرية التعبير بشكل عام لما يكون فيه سياسة منعض التحرش أو منع تحرش داخل المؤسسة الإعلامية منكون أول خطوة لنعطي الفرص المتساوية لكل العاملين إن كانوا رجال ولا نساء وكمان هون للتنوية مش بس النساء عم يتعرضوا لتحرش أيضا في بعض الرجال بيتعرضوا لتحرش ولكن بنسب أقل جدا يعني التحرش معم بطال النساء التحرش هو نوع من أنواع فرد سلطة معينة بيصير على النساء لأنهم للأسف بعضهم لليوم بالمجتمع العنصر الأضعف ولكن هيدا السلطة لما تنفرد داخل المؤسسات الإعلامية ولما الصحفية يلي عم تتعرض لهيدا الفرد من السلطة هي اللي مفروض تكون صوت الأشخاص وصوت الناس هون الخبر بحد ذاته عم بيصير مشوه غير أنه الصوت يلي عم بيتمتمثيله كمان عم بيوصل صوت الناس عم بيصير مشوه يعني هيدا النوع من الإسكات خطر مش على صعيد حقوق النساء فقط إنما على صعيد حريط التعبير بشكل عام وصناعة الأعلام بشكل عام نحن اليوم وين فيما يخص هذا الموضوع يعني ميرا حضرتك عبتنزل إطاعة تدريبات كان عندك تدريب مؤخرا بجريدة النهار كيف عم بتحس الأمور على أرض الواقع فيما يخص هذا الموضوع فيه توعية كمان مش بس كنت عم تدربك كنت عم تسمعي قصص وعم تخدي وتعطي مع الصحفيات والعملات بمجال الأعلام اللي كانوا موجودين خابلينا شوي عن الأصداء يعني على الواقع كيف كانت لك الواقع كتير مهم اللي عام لقيه إنه المؤسسات الإعلامية بلشت كتير تهتم بهيدا الموضوع نتقلنا نحنا من محل بيقول إنه لأ نحنا ما عنا تحرش بالبلد ونحنا عنا أخلاق وفكرة إنه وجود التحرش هي قلة أخلاق بالمؤسسة وهيدا الشيء منه مزبوط نتقلنا للاعتراف إنه هيدا مشكلة مزبوطة مشكلة حقيقية مشكلة موجودة على كيفية منعدة التحرش تفادة التحرش بالمؤسسات والسياسات الداخلية اللي بتناهد هيدا الشيء باعتقد هيدا نقلة نوعية وكتير مهمة لكل المؤسسات إنه يخطو هيدا الخطوة ويصير فيه تدريبات وعلى أرض الواقع اللي عم حسه كمان الصحفيين والصحفيات خاصة الجيل الشباب ما حدا عم ينكر إنه هيدا مشكلة وعادة منقول إنه لنعالج أي مشكلة أول خطوة هي إنه نعترف فيها مجرد عدم إنكار إنه هيدا الشيء مشكلة بالنسبة لأيلي خطوة كتير مهمة لنبلش نعالج الموضوع نعم كمان في شغلة بحب أحكي فيها الصحفيات تحديدا والإعلاميات لمجال الإعلام بخافوا من الفضيحة يعني بيكونوا معرضين للتحرش عندهم دايما خوف إنه يحكوا حتى لو مش الحق عليهم بسبب الأصداء والمجتمع كمان هيدا الشغلة كيف عم تشتغلوا إنكم كنوا عم بتعالجوا أميرة؟ هون مشكلة أساسية لأنه في كتير صحفيات عم يتعرضوا للتحرش معم يحكوا بسبب الفضيحة ولليوم نحنا بعد ما عنا مجتمع بيدعم ضحايا والناجيات من التحرش لأنه بعنا لليوم إنه منحكي سترينا ومتعملين لنا فضيحة بالعيلة وكلها الأمور الشغلة على التوعية الاجتماعية هون كتير مهمة لأنه أول شي لما نجي نقول إنه إحنا ما فينا نلوم الضحايا أو الناجيات ما فيه إسأل أنا المرأة اللي تعرضت لتحرش وكنت لابسة أولا مأخرة باللال لأنه مشكلة سبب التحرش هو المتحرش مش المرأة يلي وقالا ما فيه شي بيبرر النساء المحجبات يلي بيتعرضوا لتحرش أو النساء الكبار بالعمر يلي بيتعرضوا لتحرش فهون بنحكي إنه مش قصة انجذاب أو حدا لفت له نظره شخص آخر لأ هي مجرد فرض سلطة عم بتصير إن كان بالأماكن العامة أو بأماكن العمل التوعية كتير مهمة ما بقى نسأل الأشخاص اللي بيتعرضوا لتحرش لا تعرضتوا لتحرش نروح نسأل المتحرش لا تحرش خلينا نقلوا بالآية بهيدا الموضوع وما بقى نسكت الأشخاص اللي بيتعرضوا لتحرش لأنه كتير مهم إنه يحكوا الحكي أولا بيساعدهم لقلهم إنه يتخطوا المشكلة الشغلة الثانية بيوقف المتحرشين لأنه إذا عم نلاحظ مؤخراً كل القصص اللي عم تطلع على السوشال ميديا ونساء عم يحكوا إنه تعرضوا لتحرش بيطلع المتحرش على الأقل في عنده خمس ست حالات تحرش بنفس الطريقة فكمانا نحن عم نساهم بإنه نوقف هالمتحرشين لأنه إذا ما حدا حكي عنهم ما حدا وقفهم رح يدلوا مستمرين بهيدا الممارسات وللأسف اليوم عنا أنون بالبلد بيحمى من المفروض بيحمى من التحرش ولكن بعد لليوم مختبرنا الدفع عال في قضية واحدة بالمحكمة البحكم واقفة البلد كله واقف بعد مختبرنا مدى فعالية هيدا الأنون وللأسف ما في سئة بالقضاء أو بالجهات بالسلطات بالبلد أنه عن جد هيدا الأنون يتطبق يعني أنا اليوم إذا برفع دعوة تحرش على زميلة إذا زميلة مش معروف معقول إذا زميلة صحافة معروف أو تابع لحزب واحد أو لحزب اتنين أو لهالأحزاب القوية مين اللي رح يتحرك ضده هيدا غير أنه اليوم ما في قضاء القضاء واقف المحكم واقفة يعني هيدا الأنون اليوم أنا ما فيه استعملوا بشي مشان هيك منلجأ لأنه لأ لازم نحكي بالموضوع لأنه أنا ما عندي خيار تاني نعم يعني نحنا أكيد ما نقول نستغل الفرصة ونقول نوجه تحية لكل المنظمات والجمعيات اللي عم يشتغلوا بضل غياب القضاء مثل ما ذكرت ميرا وكمان ما نقول لكل عم يتعرضوا للعنف ضحايا العنف بالمجتمع لسيما العاملين والعملات بركز وبشدد على هذا الموضوع بمجال الأعلام أنه في مين بيضهرهم في جمعيات في كمان ناشطات بالمجتمع المدني كلهم جاهزين أن يكونوا عم يسمعوا ويحاولوا أصصهم للشخص أو الجهل مختصة لفعليا يكونوا عم بيحاسبوا المتحرش وكل شخص كمان بيكون عم بيمارس أصص غير صحيحة بالمجتمع خاصة للعاملين والعملات بمجال الأعلام فما يخافوا أكيد قصته ممكن تكون مصدر إلهام لغيرهم من الصحفيات والعملات بمجال الأعلام وأكيد مع مثل أمثالك ميرا أكيد نكون عم نقدر نوصل شوي شوي لنكون إذا فينا نطبح ونقول مجتمع خالي من العنف ضد المرأة وهذا بدأ شوات بس أنه دايما عندنا أمل خاصة مع كل هالناشطات والجمعيات اللي عم يشتغلوا بالمجتمع المدني خاصة بهالظروف الصعبة والقاهرة أنا بدي أشكر حضورك معنا اليوم شكرا طوالا وأكيد بدأ لكم يعطيكم ألف عافي لكل الجهود اللي عم تعاملوها وأكيد نورتنا اليوم شكرا مشاهدين نحن مستمرين معكم بآخر فقرة مع زميلة جورج بريكم نرجع شكرا 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 شكرا